ليست سوقا لبيع السيارات بل مجموعة نادرة من المركبات القديمة جمعها حاكم عراق الذي ينحذر من بلدية تاجنانت بولاية ميلة من كل ربوع الوطن فشكل بذلك معرضا في الهواء الطلق يعود بزائره إلى حقبة زمنية خلت من الصغر كان بابا عنده السيارة هذه القديمة من هذا كل نهار وانا نهوى هذه السيارة هذه جاتني فكرة باش نجمع سيارات هادو وراه وفقني رب العالمين وراني جمعت 27 سيارة أولا اللي بديت بيها باش تميت في الهواء هذي راهي الدو صنطروة عام 1956 وبيها بديت سيارات هذو زيت تميت نجمع 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 نشارك بيها في كل التظاهرات شاركنا بيها في ربيع ميلة شاركنا بيها في السنجوي في المعسكر هذو راني شاركت بيهم في الفيلم بتاع العربي بالمهيدي وفي الفيلم بتاع الشيخ بو عمامة شغفوا البحث عن سيارات عتيقة واقتنائها وجمعها هواية أحبها حكيم منذ أكثر من عقدين من الزمن بعدما تولثها عن والده رئيس بلديه تاجننت وولي ولاية ميلة يدخلوا يشوفوا ليحل وين نحفظوا على هذا التوراث هذا يشوفوا قطعة أرض ولا مكان نحطوا فيه سيارات هذو مليح البلدية تاجننت مليح جدا ونشكره الأخ عبد الحكيم الذي صار في هذا في هذا السيارات القديمة حضوره المتميز في المهرجانات يعتبره هواية تعرف بالماضي الجميل كما ساهم بسياراته العتيقة في عديد الأفلام التاريخية لقى استحسانا كبيرا من قبل الزوار وهو الآن يناشد وسلطات منحه قطعة أرض لتجسيد حلومه في الحفاظ على هذا الموروث من الاندثار